اليوم معي هاتفين من أفضل الهاتف الذكية بنظام اندرويد وأعلى هاتف فلاق شب متوفرة عندنا بالسوق الجالكسي S22 Ultra والأونر Magic 4 Pro بقدم لكم بهذا الفيديو مقارنة بين الهاتفين حسب طلبكم لهذه المقارنة وأتمنى تفيدك بقرار الشراء والاختيار بين الهاتفين دعونا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يظهر مسألة وسأكمل فيديو جديد معنا عبداللغفيص وفيديو مقارنة مطلوب من أول ما تم الإعلان عن هاتف الأونر كونه يقدم مواصفات عالية وهو أول هاتف من سلسلة الماجيك يتوفر عندنا بالسوق والتي تعتبر أعلى فئة من أونر طبعا سبق أني قدمت لك مراجعة مفصلة لكل هاتف من هذه الهواتف تحصل الروابط بالوصف لو كنت مهتم لكن اليوم نركز على مقارنة أهم الفرقات والمزايا بين الهاتفين لأنه فيه فعلا تنافس قوي بمجموعة من الجوانب بنذكرها بهذا الفيديو كالعادة أتمنى منك تشترك في القناة لو كنت غير مشترك وتابعني المزيد من محتوى التقنية والمراجعات والاستعراضات وتفعل جرس التنبيهات بداية من ناحية التصميم في كل هاتف يتميز بلغة تصميم مختلفة أونر يقدم شكل الكاميرا الدائري بينما سامسونج الكاميرات على الجانب وبنفس لون الجهاز كذلك من الأمام الشاشة الكاملة مع اختلاف تصميم الكاميرا الأمامية وأيضا توفر مجموعة ألوان للغالكسي S22 ألترا بينما الأونر يتوفر بلونين فقط وهذا بترجع لذوقك الشخصي الملاحظ بالنسبة لي من الاستخدام من هاتف أونر الماجيك فور برو أفضل كمسكة هاتف باليد وأريح مع الاستخدام الطويل خاصة أن أخف وزنه أقل بالأبعاد من سامسونج مع عداء السمك الألترا أقل من أونر ولو نتكلم عن المواصفات والمعالج في هنا تشابه كبير الهاتفين كلهم يعملونه معالج سناب دراجون 8 الجن 1 بمعمرية الأربعة نانومتر لكن أونر يتوفر بنسخة 256 جيجا بايت التخزين ورام 8 جيجا بينما سامسونج يقدم لك أكثر من خيار تبدأ من 128 تخزين حتى 512 ورام يصل 12 جيجا من ناحية الأداء ومن تجربتي الشخصية أقدر أقول لك أن الهاتفين متقاربين ويقدمون نفس السلاسة والأداء ممتاز جدا سواء بالاستخدام اليوم للتطبيقات احتجت للتصفح حتى للألعاب كذلك تطبيقات البنشمارك مثل ما تشوف قدمت نتائج متقاربة ومثل ما تشوف الآن سويت تجربة الفتح مجموعة من التطبيقات بكل الهاتفين تقريبا قدمت لي نفس السرعة وحتى بالتشغيل للجهاز والتنقل بالنظام ما لاحظت أي فرق من هالناحية كذلك ما عانيت من حرارة مزعجة طيب الشاشة مبهرة بكل الهاتفين كلهم يحملون شاشات من نوع الأموليد وبنفس حجم الشاشة تقريبا مع دعم الـ 120 هيرتز كذلك دعم تقنيات الـ LTPO لكن عندنا هنا فرق الدقة الصالح سامسونج كذلك كثافة البكسلات والسطوع اللي يوصل حتى 1500 نت وأونر هنا يتميز بتقنية التعتيم اللي توصل 1920 هيرتز كذلك تحسين جودة المحتوى وزيادة معدل الإطارات من خلال الذكاء الاصطناعي فبالمختصر الشاشتين رهيبة جدا ومشاهدة المحتوى وأداء المهام والألعاب عليها بيكون ممتاز أما من ناحية الكاميرا فعندك هنا في أونر ثلاث كاميرات مع عدسة T.O.F الأساسية بدقة 50 مجابيكسل والغالكسي أربع كاميرات الأساسية بدقة 108 مجابيكسل والأمامية يتفوق فيها الـ S22 ألترا من ناحية الدقة وكل الهاتفين يدعمون أهم أوضاع التصوير كذلك الذكاء الاصطناعي لكن يتميز الغالكسي بدعم تصوير 8K للفيديو كذلك التصوير الاحترافي ووضع اللقطة الواحدة أما أونر أبدعت هنا بالتصوير السينمائي من خلال دعم الماجيك لوق وهذه بتفيد المستخدم العادي كذلك المحترفين بشكل كبير لو كنت مثلا تبغى تصوير فيديو سينمائي بطريقة سهلة وتستخدم التلوين الخاص من التأثيرات الموجودة بالهاتف وهذه الآن بعض الصور والنتائج التي أخذتها بكاميرا الجالكسي الـ S22 ألترا وكذلك الأونر الماجيك فور برو وبشكل عام كل الجهازين يقدمون نتائج ممتازة وكل هاتف يتفوق ببعض الظروف حسب تجربتي لكن بالمجمل أنت أمام هاتفين يعتمد عليهم بشكل كبير بهذا المجال سواء اخترت الجالكسي الـ S22 ألترا أو الأونر الماجيك فورو برو وتحصل على كاميرا ممتازة أما لو نتكلم عن باقي الموصفات فكلهم يدعمون البصمة داخل الشاشة وسماعات استيريو مقاومة الماء ودعم الـ NFC وشين الـ E-SIM وكذلك شريحتين اتصال 5G لكن هنا يتميز الأونر بتواجد أشعة الـ IR للتحكم بالأجهزة وتواجد كاميرا 3D للتعرف على الوجه وهي أكثر أمان وأكثر دقة بالتعرف من كاميرا الجالكسي الأمامية لكن عندنا في سامسونج لي تواجد القلم هذه ميزة مهمة ورائعة وبتفرق كثير مع الناس اللي تفضل وجود القلم بالجهاز بقدم لك القلم استخدامات كثيرة ومختلفة كذلك دعم الإماءات والتحكم بالهاتف بدون لمس من خلال القلم كذلك يتميز أونر بدعم ميزة الخصوصية لتناء المكالمات وهذه لما تجري مكالمة وفي شخص جنبك ما رح يسمع صوت المكالمة بسبب الذكاء الاصطناعي اللي بيحجب الصوت عن اللي حولك أما من ناحية النظام فهو أندرويد 12 لجميع الجهازين مع اختلاف الواجهة طبعا الواجهتين بتقدم لك خدمات مثل تسجيل الشاشة الاختصارات والتخصيص أيضا القائمة الجانبية لكن فيه فرق من ناحية التصميم والأزرار وكذلك دعم التحديثات الجالكسي S22 Ultra يقدم أربع سنوات تحديثات مقابل سنتين فقط في أونر أما لو نتكلم عن البطارية فكأرقام الجالكسي S22 Ultra يتفوق بحجم البطارية وهي 5000 ميلي امبير مقابل 4600 ميلي امبير في الأونر الماجيك فورو برو لكن كاستخدام الجالكسي S22 Ultra يستنزف الطاقة بشكل كبير بعكس الأونر الذي قدم بطارية أفضل بالاستخدام حسب تجربتي الشخصية كذلك عندك الشحن السريع يتفوق فيه الأونر الماجيك فورو برو وعندنا هنا شاحن سلكي 100 واط بيشحلك الجهاز 100% خلال 30 دقيقة وشاحن لاسلكي سريع بقوة 100 واط مقابل طبعا عندنا 45 واط وهو شاحن سريع للجالكسي S22 Ultra 15 واط فقط اللاسلكي ومع العلم أن الشاحن غير متوفر داخل الصندوق في سامسونج بعكس الأونر الذي يأتي الشاحن داخل العلبة بقوة 100 واط أخيرا من ناحية الأسعار في هاتف أونر ماجيك فورو برو متوفر بسعر 3999 ريال لنسخة 256 جيجا بايت للتخزين مع 8 جيجا بايت للرام بينما الجالكسي S22 Ultra متوفر بسعر 4899 ريال لنسخة 128 تخزين مع 8 جيجا بايت رام 5099 ريال لنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت للرام فنعم في فرق بالسعر بين الهاتفين كذلك فروقات في أماكن معينة من ناحية الأداة والاستخدام أتمنى تكون هالمقارنة أفادتكم وقدمت لك ملخص الأبرز الفروقات بين الهاتفين لكن كالعادة يهمني رأيك بالتعليقات اكتب لي رأيك وأي هاتف تفضل من بين الهاتفين لا تنسون الاشتراك واللايك وأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة